اشتركوا في القناة بعرفه سيدي لكان بتخبر البير عنه حاضر خبره عليك انه مو نحن يلي عم نخبره خلينا نكسر راس الارصوي لانه ما عد حمله راسه ولازمه تكسير هذا من رجال الارصوي ده اتهويته منيح ما طلع شي بس احتمال كبير يكون معترف طيب بس يصير يدر يحكي خبرني ماشي معلم شكرا لأذاك لو لاك ما حدا منه طلع عايش منهديك انا بعرف منيح اديش هاد الزلمي مجرم ما ترك لا ضيعه ولا مزرعة من شره الزلمي سفاحه بيقتل ولاده نسوان حوامل وبداهم المقابر ما عنده خط احمر ابدا صار وقت الدواء تعال نحكي برا كلمتين معلم لا تكون عرفت محل الارصوي اهم من هيك عود شوي شو هالشي اللي اهم من هيك معلم شفتو العرصوي بالمقابرة ما هيك شفتو وشفتو لما اشر عليك شفتو يعني هلأ الدور عليك يعني هاي بييد الله يا انا يا هو ما حدا بيعرف عبد الحي هالزلمي ضرب ميماتي بيروحه وانت رح يعمل معك نفس الشي انا ما عندي ولد معلم ايه بس عندك نوت الضعف الدام اللي بحبهن بضعف صح الدام اللي بتحبهن بتضعف والدام المشروب بتحبهن متل ما بتحبني انا وميماتي شو معنات هالحكي؟ عبد الحي اذا بدك تشرب شي بتشربه قدامي ما بصير تعود بالبيت لوحدك وتشرب انا ما عم بعمل هيك شي ما بصير تكذب علي لا بقى تكذب علي نايا اللي قالت لك ما هيك هي حطتني بالا مرة طلق معا بالتحليل صار ما بصير اشرب شو دخلك اختي ايجاني ضيف هو شرب وانا شربت ومين هو هادو الضيف؟ هاي المشكلة الاساسية نايا عم بتغار كان الضيف امو ضيف عبد الحي شايفني اجدب الدامات ما بترجل مني؟ انت برايك انا بسمع حكي نايا عابد اللي قال لي عابد ما عم بفهم ليش شرب يصار مشكلة عن كون معلم على هذا موضوع بينحك فيه ونحن هون بالمشفى مع كل هالمشاكل اللي صايرة؟ شربك ما بهمني بنوب بس مرضك بهمني اكيد اسكندر عمل فيك اللي عمله وراح حجهنا هلا بيجينا هاد وبرجعك لوراه وبياخذ لك عالك من راسك انا عالي براسي معلم ما تخاف علي وشكرا لاهتمامك رمضان استدعي لقائد الشرطة حاضر هادرة مدعية امرتي ايجي هادرة مدعية لقيتولي وين محل ارسوي؟ نعم لقينا له كذا محل بس اذا حضرتك بتعطينا كمان شوية وقت لن تأكد اذا كان موجود بهالعناوين ولا لا بدي منكن تجيبوه هو وكل قطاع الطرق اللي تحت امره طيب حضرت مدعية انا بالأذن عم بستنى منكن خبر بتأمروني بشي سيدي؟ ما بتعمل شي ابدا بدون علمي عفوا سيدي ما عم افهم ماشي انت بتقدر تروي الحمدلله على السلامتك حضرت المدعية كيف سرطي منيحها؟ وضعي سيئ سيدي توقعت الشي ما بتقدر تتوقع انا عشت الحادثة الزلمة عم يعمل عملية بقلب اسطنبول مثل قطاع الطرق عم قول مثل قطاع الطرق حتى هنين ما بيعملوها مين منهم هجم عجنازة واوس عن ناس بشكل عشوائي رح انحل قضيته حضرت المدعية بس بظن كان وجودك باديك الجنازة غلط شلون يعني غلط سيدي؟ انا نبهتك حضرت المدعية انتي ما عم تدرسي حقوق بالجامعة انتي قاعدة بموقع معين وهذا الموقع له قواعده وإله خطوطه الحمرة واكيد علموك بالدورة انك لازم تكوني منتبه لما بتختاري اللي حواليك وإلا بتخسري موقعك حكيك مظبوط سيدي علمونا وكل يلي بيعرفوني بيعرفوا كيف باخدار الناس اللي حواليه وقديش انا حريصة على هاد الشي ولو صارت هالجنازة بكرة رح روح مرة تانية حضرت المدعية هلأ الحادسة بعد حامي ما في داعي نجرح بعضنا انتي يخذي اجازة وانتيلي عالبيت ورتبيه بتكوني ارتحتي من اللي صار وبعدين نحكي بهالموضوع ما رح روح على اي محل قبل ما يمسك هاد المجرم خلاص انا رح اهتم بقضية الصوي قولو بيه وانا حطيت طلب اجازتك بالديوان اشتركوا في القناة خالي انا عبونا مخلص على عزتهم وبشيله محمود وبنخلص من هاد الحقيرة مين محمود مو في هاد محمود مو محمود مصطفى قولك يعني ما نقوصه ازا بدك اتقوص روح اوص ارصوي روح اوصه براسه شو ما ما تخبص انت هاي مو شغلتنا خالي ارصوي اتل لم امي ماتي وكمان اوص ابوله على اندار هلا نحنا بدنا روح انا اوصه هايك يا خالمو نكون عم نسرق لنحقونها بتكون هاي احسن سرقة بتعملها يا جوهر طي يا بترك ارصوي ما بتقدر اتقوص شي اجير عنده طلع منها ازا بتحسن تلاقي الطريق الحمد لله على السلام جوهر عم يحكي معاك عم ادليها شي الي يا اخي عزاد عبقوله لك الكون ليش خير شو صار هل صارت حادسة بالاجنازة ايه صارت انت معقرات كان كتير زحمي ما شفت مين كان ومين ما كان ما كان خالي لو كان كنا شفناها انا شو دخلني بهديك الجنازة كان واضح انه هيك رح يصير شلون كان واضح اخي عزاد يعني ارصوي قالك انه رح يهجم على هديك الجنازة وبدل ما تيجي تخبرنا وتقلنا انه هيك رح يصير ما رحت وقلت لحالك خلي الكل يموتوا زازا انا قلتلك من قبل ما بصير انكن تستخفوا فيه لهذا الزلمة بداهم جنازات وبداهم بيوت وبيئتي الاطفال وبيعمل كل شي ما بيستوعبوا عقل ليش ما عم تسمعوا مني ما عم افهم هذا الزلمة عنده قاعدة وحدة وين ما كانوا يكونوا الاعداء تبعوا بيقتلهم طيب شلون بدنا نقتل هذا الزلمة عزاد انتو نهائيا ما بتقدروا تقتلوا هذا الزلمة وليش حتى ما نقدر ليش هو جني زازا انت على القليلة في عندك هالابنين اخت يمكن تخسرهم هذا الزلمة ما عنده شي لحتى يخسروا وليش هذا الزلمة هبوب الريح يعني معقولة انه ما له حدا بالدنيا عنده بس اذا انحصر بالزاوية من وراهم هو بيقتلهم بيده وما بيخليكن انتو تقتلون مين هو هذا الزلمة هاكل لحم بشر بيشرب دم بشر بيعكل لحم بني ادمين بالحالة الطبيعية هو انسان اكابر اكابر في داهم الجنازة وما ترك ستر مغطى عنكم يا عزت بيك ارسوي بالحقيقة سيد محترم بيلتزم بكل القواعد تبعه بيطالب بالالتزام ولما ما بيلتزم حدا بالقواعد بيروح الانسان المحترم وبيطلع من جواته الوحش بالمناطق اللي خدم فيها ما كان في احسن منهم مع الناس الملتزمين بالقواعد تبعه بيسمعهم موما وبحللهم مشاكلهم ومن مين بيستمد قوته الزلمة خدم فترة طويلة بالدولة بكل موقع عنده واحد وهذا الواحد ما بيسترجي يكسر له كلمته ويده طايلة على كل محل وبالمحل اللي ما بيمشي فيه الخاطر بيستخدم فيه كل قوته اسم هذا الزلمة اسطورة استسلحا لوحدات جوات الدولة واختارهم واحد واحد واضح انه مو عم يشتغل بالسقاير مع الدولة ما هيك منين عم يدخل على الشارع الدولة مو حاكمة بكل محل يا زازة تتذكر يا زازة مو سكندر الكبير يلي فتح لك الطريق كنت طالع جديد بالطريق وكان الطريق كله طلوع وبعده فيه نزله فسندني مرتين بقى هاي بتسميه فتح طريق هذا بيحمل رجاله على ظهره مو بس بيمد ايده اللي بيخلص له ما بيتركه طول العمر ووقت حدا ما بيسمع كلمته وبيلعب بديله يا امه بيموت اطراج يا امه بيموت لحاله ومين بيكلف ليقتل هدول الطرشان عنده الوحدة تبعه وعنده معترفين وعنده مافيا وعنده فرارية من السجم وعنده المنظمة في عنده كتير ما شاء الله ما شاء الله ماضي وقته بس يكسب اصدقاء بيشرفه سمعت ما هيك جوهر وضعه كتير منيح وبنته سليمة لو للشغل اللي امرتوني فيه حضرتكون كان وقف عرجلي المسا ما ليش يا دكتور خليه يرتاح مماتي لازمنا متعافي في عندك اي معلومات عن عملية ابي الحقيقة في مشكلة بوضع والد حضرتك خير شوفي الزملاء انتبهوا بالعملية عنده شريانين من القلب مسكرين طلبنا جراح قلبية قال بحل الوضع وهو تحت العملية شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا دكتور معلمي ماتي معلمي ماتي يا معلمي ماتي معلمي ماتي قوموا وقت النوم هذا وقت الانتقام معلمي ماتي وينو علوش وينو علوش معلمي ماتي ابني علي عليها العافي لهلأ بعدنا مصدومين شكرا سيد انجي شلونك باري عليك العافي نيحا شكرا بشوفت كونسرت احسن باري حابين ان نشوفك بناتنا بقى قرب فرصة الدكتور قال ممنوع كل انواع التماس مع باري هيك قال لك هي عفوا بس زيارة المريض بتكون قصيرة شكرا كتير لانكن يجيتوا بنتي لازم ترتاح من الصدمة واذا ما بتبعت ورد او رسالة او حتى علبة شوكولات منكون كتير مبسوطين معك حق ابراهيم الحمدلله على سلامتنا كلنا انا بمر مرة تانية باري شكرا كتير اذا بتحتاجي اي شي بيتمنى ما تترددي بخاطرك مع السلامة شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير اكيد بيعرف محلون لها الكلاب حسني انت يالي يلتلو سديني هلا اسمعت يا معلم لحظة اللي روح لتلوب حسني معلم تتركني بمات يسماني بس ليصحى الزلمة رح نحقق معو ورح نعمل اللازم وانت يالي رح تأتي الارسول وعد معلم ليش بدنا نستمنال يصحى روح صحي يا حسني قالوا لنا حضرتك بدك تعطي دم لوالدك نحن جاهزين يلا جاي امي ماتي ممنوع يطلع من هاي الغرفة مفهوم حسني دومور امر معلم اذا حضرتك ما بتقدر تقوم بجبلك الزلمة لهون ماشخagit توقع يلا جاي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة انا غصبا عنك رجال عبدالحي خلصوا الاعداء وما بيه غيركم تتاتلوا عبدالحي طلاب حدا ياخده سمعتني عبدالحي اهي اسمعتك عرفت وين محل الرجال عرفت من صديق واسق فيه انت بتخلصوا بقى اوه يا شعراغة زايد وزنك كتير عن اخر لقاء شو عم تطلب بقلاوة كتير من انتاب انت ما بتعرف سيد ارصوي اسطنبول مدينة بتخرب طعمة التم حتى لو اكلنا كل يوم بقلاوة اكيد بكل يوم بيصير شي بيخرب لنا طعمة تمنى وشو اللي عم يخرب طعمة تمك قول لها بحلة انت شو هالشغل اللي عملتها سيد ارصوي ارصوي اللي بعرفه انا بيميز منيح بين صديقه وعدوه وعلى هالاساسي بيشتغل طيب ممكن اعرف شو شغل اصدقائي عند قبر اعدائي يا شعراغة لساتك جاي اسطنبول جديد بهالسرعة صرت عدوة لمراد علمدار الزلم مبارح ترك شغله انت شلون صرت صديقه بهالسرعة ليش الغلط اذا اشتغلنا كلنا سوا المصاري بتكفينا ثلاثتنا وبتكفي ثلاثمية جاي وسيط يا يا شعر انا ما ببقى بالنص انت بتعرفني مراد علمدار لا بيكون صديقي ولا بيكون عدوي المشكلة اللي بيناتكم بتخصكن الكن واحدكن بس طبعا اذا شغلنا رح يوقف بسبب صراعكن رح يكون هادا الشي سبب لانه نخسر السوق تبعنا وانا رح كون مضطر لاني اخد موقف لا تاخد موقف يخليك تحت يا يا شعر كيف ما بتصير تحت لا تشرب قهوة مع مراد لا تقود معه لا تروح على جناسته واذا صار عنده عرس لا تروح على عرسه سيد ارسوي انت متعود تعطي الاوامر لعناصرك بس باستنبول كل واحد دولة كل واحد هون عنده دولته وعنده جيش تبعه دولة اللي بتتأسس على البودرة طييرة بنفختي فلا تفتح لي حديث الدولة ما في حدا ما خربته البودرة اللي انا عم بيعة وما بيليق فيك انك تكون هيك انت الاحسن اليك انك تضل على عداواتك بس طبعا بدون ما تصيب رصاصاتك التجارة تبعي اذا نفخت على البودرة تبعي رح تلاقي حالك صارت تحت الدول كتير انا كان علي نبهك وانت على هالاساس خوض موقفك عفوا انا طالع ما بقدر استقبل ضيوف درت اني حدد مكان عصابة اورسوي اولو بي قبل ما تروح يعطيني ازن خطي لاروح وقف هالقطاع الطرق عند حدهم اذا انتي اللي مناوبي واذا مو مناوبي لاروح لعند المدعي العام التاني وين هدول العصابة؟ حضرتك مناوبي؟ هذا مو شغلك سيد او وصال شغل الشرطة بعطيهم التعليمات اللازمة وبتابع الموضوع هدول مجانين حضرت المدعي يمكن الشرطة تضعف قدامهم لا الشرطة ما رح تضعف على كلهم بشكرك على دعمك هلأ بتسمح لي شوف المكان؟ طبعا 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 رمضان نعم حضرت المدعي استدعي لي قائد الشرطة مه معلمي ماتي صدقني ما بعرف محل رجال ايرسوي تركني من شغلة رجال ومرجاله هذا الحشرة ما في عنده مرأة اولاد فيه بس ما بعرف اذا بيروح ايرسوي لهنيك ولا لا سمعوا لا تلف والدور يلي عمل معك هيك شو ممكن يعمل معي؟ وانا شو بعمل بياللي ما بيقلي عن محل يلي عمل فيني هيك هسمعوه؟ ıyorum مه خلص رح هيك المعلم رح قللك عالمحل اللي قاعد فيه مرته وابنه بس انت خلصن bokبان ايدين هذا اللي س acknowledge قدقي سOK تركوا حسني بس لو ما حلفت يا معلم امي في عندي شوية شغل رح روح وارجع اذا انتو احتشتوا لاي شي هي حكمة هون والشباب كمان هون ماشي ولا يهمك مراد نعم امي بلا ما تشغل بالي عليك ماشي ابني ماشي لا تشغلي باليك عمران الكل لازم ينتبهوا معلم انا كمان بدي يروح معكن اصلا هون بالمستشفى اخدين احتياطات بتكفي طيب كون فور راسون صدقني بيد واحدة معك اللي فايدة اكبر معنا توقف فوراس مماتي بلا ما يطق براسه شي ما لازم يعرف نحن الوين رحنا معلم خلينا نعطيه مورفين لينام اسبوع وقال له شلون انا فيني اضبط لمعلم ما ماتي ها ليكك لقيت الحل عمله ليش عم تقل لي يلا نروح راح نروح لهون خير حضرة المدعية قالوا ارصاي هونيك خد بس اللي بتصق فيه وخلينا ننهي الشغل قبل ما حدا يعرف كمان رايحة معنى حضرة المدعية فيما انا عباشي شامتا من المعلم بيكفي بيكفي راح تقتل العمران الله يسام حك يا معلم ما ماتي انا بعرف كتير منيح من نقتل وبعرف كمان من ندول حول نيح سيارتك جاهز معلم ماشي لا تبعد عن الباب انت بتومر حول بكفي بيكفي بطنينة اشتركوا في القناة 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 ليلا امنعوا الشباب يعملوا اي شي غلط يلا بسرعة ليلا ليلا اشتركوا في القناة 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 على الأقل تحاولي هلأ أنه ما تمنطي بتضحك كتير المجموعة كبيرة رح أطلب مساندة لا لا تطلب شي لا تطلب لا مساندة ولا شي أنتو بس حاصلوا المكان ومنعوا رجال يطلعوا وأنا بحل الباقي المساندة بالدوقت لا تجي خلينا نتحرك سوا تحت أمرك مراد لا تقتل حدا إذا ما اضطررت مكهوم اهي خليك الجماعة تكرون وبانا ما تدخل حضرتها لجوة حاولوا تأمنوا على حياتك مثل ما تريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شو عم يصير جوة لسه ما صار جوة مأمن بشكل كامل حضرت ملتعي معناته شو عم يعمل مراد جوة عم يتواجه انت شو عم تعمل هول لكان أنا هول مش هنحافظ على حياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احتلتون كلهم مهيك احتلتون مهيك مراجقوا بني لا شوف داري اشتركوا في القناة